اشتركوا في القناة والفقه يماني لذا اتمنى من الشباب ان لا يحبطوا بما يحدث في اليمن من احداث غير كريمة في هذه الايام وسترجع اليمن سعيدة هانئة متمتعة بفقه وحكمة وايمان اليمنيين الذي تحدث عنهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يتهنوا ولا تحزنوا وانتم من اعنوا هذا كان اول توازكر لشباب اليمن التسكيلة التانية اناشي الشباب اليمن في الظروف الصعبة اللي احنا منبر بيها واللي بتخيم على باقي ابناء الامة العربية الاسلامية الفعل الات اول حاجة القات القات بالنسبة لي عدو لدود والتدخين عدو لدود والشيشة عدو لدود ففي الوقت اللي احنا عايشين فيه دلوقتي من وجهة نظري انا الاجتماعية ان هذه الاشياء حرام اجتماعيا لانها فيها اهدار للمال والوقت والجهد وضياع للصحة اما اذا كان في بعض الفقهاء يحللون هذا فدال بشأنهم انا فقيه مجتمعي احرم مثل هذه الاشياء خاصة على الشباب دي التسكيلة التانية التسكيلة التالتة على المصلح الاجتماعي كامثلكم من الشباب ان لا يكن له كيفا يتكيف به بل ان يكن كيفه وحياته ورسالته المجتمع وما تعانيه المجتمعات من تحديات ومشاكل ومصائب فعلينا ان نشغل نفسنا بهموم الاخرين ولا نشغل انفسنا بكيف نتكيف في قاتل نمضغه او سيجارة او شيشة او اي شيء اخر اصحاب التغيير لا بد ان لا يكون لهم كيفا يمنعهم عن ادارة اعمال اعمال التغيير المجتمعية النقطة الرابعة اللي انا عايز اتكلم فيها في المدخل ده حاجة اسمها الكتل الحرجة يعني ايه كتل الحرجة انا اعتقد ان كل فرد منكم من الشباب اليمني وغير اليمني هو فرد حرج يعني عنده القدرة على التغيير لكنه ليس عنده القدرة ان يتجمع مع الافراد الاخرين كي يكونوا الكتلة الحرجة اللي تستطيع احداث التغيير بسرعة اكبر الكتلة الحرجة اغلبها موجود في الغرب لماذا؟ لانك في مناخ في مناخ من الحريات وفصحة في هذا المجال لكي تتحول هذه الافراد الحرجة او هؤلاء المواطنين الحرجين الى كتلة الحرجة يستطيعوا من خلالها ان يكونوا مؤسسات تستطيع ان تكمل الدور الحكومي اللي قد لا يستطيع ان يصل لكافة ابناء المجتمع في بلاد العربية كثير منها وفي البلاد اللي غالبيتها مسلمين والاسف مناخ الحريات للمجتمع المدني ضعيف او محجم او غير موجود في بعض الدول فلذلك صعب علينا ان نكون الكتلة الحرجة التي تتحول الى مؤسسات والى جمعيات قوية تستطيع ان تساعد الحكومات او توجي الحكومات او تصلح مصار الحكومات فالتحدي الكبير لنا الان كيف ننقذ شعوبنا من خلال تحويل المواطن الحرج الى كتلة حرجة والى مؤسسة حرجة لكي نستطيع بها ان نبني مجتمعاتنا ونحافظ على مقدراتها وكذلك نستطيع اننا ندرأ عنها الفساد والمفسدين كما نرى الان في العالم العربي والاسلامي النقطة الخامسة هي علينا ان نعمل ولو على مستوى بسيط جدا لا نتوقف عن العمل اطلاقا نعمل على مستوى الفرد على مستوى العائلة الاسرة على مستوى الحارة على مستوى الشارع على مستوى القرية من خلال تكوين مجموعات وصعب خاصة اصبح التواصل ما بين المجتمعات خاصة في بلد زي اليمن صعب يتبقى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والسفر كذلك فعلينا ان نستغل مجميع الواتس اوب اللي احنا نتواصل من خلالها لكي يعلم كل مننا مجموعة معينة من الناس ما يستطيع ان يعلمهم ففي منا من يستطيع ان يثقفوا المجتمع بتاعهم وفي منا من يستطيع قراءة التاريخ وفي منا من يستطيع التدريب وفي منا من يستطيع القيام بمبادرات وفي منا من يستطيع اللي هو رفع الوعي المجتمعي والوعي السياسي للمواطني اليمني وفي منا من يستطيع انه يرجع بنا لكي يحلل النتائج ويأتينا بتجارب تجارب جديدة في العمل المدني في الخارج فينقلها لنا بصورة مبسطة وفي منا من يستطيع ايضا ان يشتغل على محوو الامية او تعليم الكبار الى اخره فهناك على مستوى مجموعات الواتس التي قد تكون هي الوسيلة الوحيدة في التواصل في وجود هذه المشاكل داخل اليمن ان نحول مثل هذه المجتمعات بقدر الامكان على مستوى الحارة والشارع والحي الذي نحن فيه لكي نستطيع ان نرسل فيها ومدة امل للشعب اليمني في كل مكان وفي كل زمان لا يعيقنا المادة ولا تعيقنا الوسائل التواصل والصفر والطيران والعربات الى اخره ولا تعيقنا الامكانيات المادية ولا تعيقنا الامكانيات البشرية فكل منا عنده قدر على نقل ما عنده من المعلومات وعليك ايها الاخ او اياتها الاخت الفاضلة ان تعلموا جيدا ان المعلومات التي تتداولونها بينكم هي بالنسبة الاخرين تعتبر كنز من الكنوز الذي يحتاجونه 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 والان والان ونحن نعاني من هذا الفيروس او انتشار مثل هذا الفيروس في العالم كله كثير جدا منا اصبحوا رهينة او حبيسة في بيوتهم فلذلك انا ارجع مرة اخرى اقول ارجع مرة اخرى اقول ارجع مرة اخرى اقول اشتغلوا على اقل المستويات ولا تتوقفوا عن العمل على الاطلاق وابدأوا بعمل مبادرات كثيرة قد تفشل بعضها لكن قد تنجح واحدة منها تحدث التغيير فلذلك ان اردنا التغيير فعلينا ان نحاول كثير جدا ممن استطاعوا ان يكسبوا جائزة نوبل للسلام في الكيميا او في الرياضيات او في الفيزياء او الاخر خادوا تجارب لهم في المعامل الالاف المرات ولم يتوقفوا عن التجربة فلذلك هم نجحوا واستطاعوا ان يخلدوا في كتب التاريخ الى ما شاء الله اما الذين يأسوا فلن يستطيعوا ان يقيموا التغيير ويحدث التغيير ويحولوا الفرد الحرج الى الكتلة الحرجة فلذلك بادروا 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 وان فشلتم فبادروا وان فشلتم فبادروا ففي يوم من الايام ستنجحوا باذن الله سبحانه وتعالى ولا تملوا ابدا ولا تيأسوا ولا تهنوا فانتم الاعلون باذن الله سبحانه وتعالى وصلتني وصلتني بعض الاسئلة منكم السؤال الاول ما هو دور الشباب في تنمية المجتمعات في كل الدول التي قم تبزيرتها هل هو نفس الدور الذي يقوم به الشباب في جنوب افريقيا وفي اسيا وفي اوروبا ام لا دور الشباب في تنمية المجتمعات هو دور محوري 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 ودور رئيسي 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 ودور قيادي 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 ودور لا يستغنى عنه على الاطلاق حتى وان قلت خبرات الشباب حتى وان كان الشباب لا يتمتع بالصبر ولا يتمتع بالحلم ويريد ان يأتي ثمار عمله بين عشية وضحاها وهذا من الصعب جدا لكن حينما نقول ان اي دولة من الدول في العالم عندها مصادر كبيرة جدا مصادر مصادر يعني resources اللي هم مصادر القوة بتاعتهم واهم مصدر من مصادر قوة اي دولة او اي وطن او اي مكان في العالم هو اهم مصدر هو المصادر البشرية او لهم البشر او لهم الشعب دول اغنى وانفث المصادر التي ممكن ان نستطيع ان نستثمر اموالنا وجهدنا وفكرنا واحلمنا واملنا فيها وتكون كريمة هذا الجهد البشر منصب حول اجيال الشباب وقيل الشباب لا يحده سن قد يكون رجل او امرأة في الثمانين من عمرها او من عمره اشب من شاب كهل في العشرين او الخمسة وعشرين من عمره او من عمرها فالشباب روح والشباب اداء والشباب ايمان والشباب رسالة والشباب قوة والشباب فتوة والشباب اصرار والشباب عزم والشباب عزيمة والشباب كل هذه المراحل داخل الشاب الذي قد يكون في الثمانين او ولد تكون في الثمانين من عمرها فلذلك اقول وبالله التوفيق هذا الدور يدخل في كافة مناحي العمل المجتمعي سواء كان في جنوب افريقيا سواء كان في افريقيا سواء كان في وسط أفريقيا سواء كان في أمريكا اللاتنية سواء كان في أسيا سواء كان في اليمن سواء كان في أي مكان في العالم لأن المجتمع تركبته وحدة المجتمع يتكون من أفراد يتكون من عائلات يتكون من أحياء يتكون من حواري يتكون من مدن يتكون 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 من كل هذه المكونات اللي هي تعتبر ثوابت والتغيير وسائل التغيير قد تكون هي وحدة في كل هذه الأماكن وتختلف حسب ثقافة وفهم وتكوين المجتمع في مكان لكن التغيير في مجتمع وبين مجتمع وآخر هو هو التغيير تتميز بعض المجتمعات بأنها مجتمعات جبلية كاليمن مثلا أو أنها مجتمعات على السواحل في زي عدن وزي الحديدة وزي كل الأماكن البحرية أو تتكون مجتمعات زراعية ستتمتع بالفلاحة وتمتع بالزراعة وتربية الحيوان إلى آخر أو مجتمعات لسيد السمك كل هذه الأشياء تكيف دور الشاب حسب حاجة المجتمع لكي ينمى من خلال المصادر التي أوجدها الله لنا داخل مجتمعاتنا في الأماكن التي نعيش فيها فهي ليست كل شيء بالزبط كالآخر ولكنها لها قواسم مشتركة عظمة وهي أننا نتعامل مع البشر الذين هم قادرون على إحداث التغيير ففن الإدارة وبساطة العمل والإصرار ثم الصبر هو النجاح للشباب في بناء مثل هذه المجتمعات سواء كانت هذه المجتمعات زراعية أو مجتمعات تسويق لأسواق أو مجتمعات تربية حيوانات أو مجتمعات صحراوية أو جبلوية أو مجتمعات بحرية إلى آخره فلذلك دور الشاب محوري ودور الشاب محوري دورها محوري ودوره محوري بس أهم شيء في هذا الدور هو أن نتكامل مع بعض في رسم الصورة الكبرى للمجتمعنا الذي نعتقد أننا كلنا جزء منه والمجتمع ليس نحن بل نحن جزء من المجتمع إن آمننا بأننا جزء من المجتمع فنستطيع أن نبني مجتمعاتنا بالطرق التي تحتاجها أبناء هذه المجتمعات السؤال الثاني وهو ما هي العوائق التي تعيق الشباب في تنمية مجتمعاتهم على مستوى العالم بشكل عام أول عائق من هذه المجتمعات قلة الخبرة قلة الخبرة ثاني عائق أن الشباب قد لا يهتموا بالعمل التطوعي وهم يدرسون في الدراسة السانوية أو في الدراسة الجامعية أو حتى في الدراسة الإعدادية أو قد تكون الدولة التي يعيش في كنافها هؤلاء الشباب لا تهتم بالمجتمع المدني ولا تهتم بالعمل المدني ولا تهتم بالتطوع فأصبح بالنسبة لنا أن الشاب غير مؤهل لأنه لم يعطى الفرصة لكي يكتسب الخبرة أثناء الدراسة الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية الأمر الثالث فقر مثل هذه المجتمعات قد تكون هذه المجتمعات جزء منها مجتمعات مجتمعات نائية قال الكفاءات البشرية التي موجودة في كل مجتمع أنها ضعيفة ومتباعدة عن بعضها البعض والموارد المتاحة لها قد تكون شحيحة فلذلك كل هذه الأشياء وغيرها تحاول تكون عوائق تعيق استكمال الشاب لدوره المجتمعي قد تكون هناك في قوة خارجية تفسد مثل هذه المجتمعات لأنها تحاول أن تسرق مقدرات هذه المجتمعات لأنها تحاول أن تسيطر وتقسم وتشردم هذه المجتمعات كما نراها الآن في سوريا وكما نراها الآن في اليمن وكما نراها الآن في أماكن أخرى كذلك في أفريقيا وغير أفريقيا فلذلك كل هذه الأشياء تمثل طمع القوى الإقليمية وطمع الدول المجاورة لهذه المجتمعات التي تعيق بناء المسيرة المجتمعية اللي هي مسيرة الشباب لكي يحافظوا على مسيرة تقدم مجتمعاتهم هناك الأمر الآخر أن تكون الدولة نفسها زي ما قلت قبل كده غير مهتمة بالمجتمع المدني فلتشجع على تسجيل المجتمعات أو تحفيز الجمعيات أو تحفيز المجتمعات أو تأهيل الشباب في المجتمعات الأمر الرابع أن يتسلط على مثل هذه الدول اللي هي القوة العسكرية لنظام عسكري أو نظام أمني لا يؤمن على الإطلاق بشيء اسم مجتمع مدني ويعيق كل حركة مدنية لأنه يعتقد أن مثل هذه الحركات المدنية هي تعتبر بالنسبة له خطر على وجوده أي نظام ديكتاتوري لن يسمح أبداً بأن تنمو أو ينمو أو تنمو مؤسسات المجتمع المدني في زر الحرية فتكون هناك متسع من الحريات لكي يستطيع كل شاب وكل شابة أن تحقق أحلامها أو يحقق أحلامه في بناء مجتمعه في هذا المجتمع كل هذه العوائق وغيرها يبقى قلنا الدول المجاورة قلنا الدول الإقليمية قلنا الدول العظمى التي تريد أو الشركات العابرة للقارات التي تريد أن تحول كل هذه المجتمعات وكل هذه الأوطان وكل هذه الدول إلى دول مستهلكة يعني يعني لو ننظر إلى بلدنا كنا منتجين أوائل من أنتجنا البن وأنتجنا الفواكه وأنتجنا أشياء كثيرة جداً في اليمن وأصبحنا حالياً نستبدلها بهذه المواد المنتجات دي استبدلناها بإلقات فأصبحنا دلوقتي في دايل المجتمعات إلى آخر فلذلك حذاري من الشركات العابرة للقارات التي تريد أن تأتيكم بطعام ولباس وكل أشياء من المنتجات من خالق لأنها رخيصة أرخص شيء في المجتمع هو الشيء الذي أنتجه محلياً وإن كان أغلى مما أستورده حطوا هذه الحلقة في آذانكم جميعاً أرخص شيء في المجتمع وأرخص منتج في المجتمع هو ما أنتبه محلياً بسواعدي وسواعد أبنائي وسواعد بناتي وإن كان أغلى مما أستورده من الخارج لأنني أستثمر في أرضي وأستثمر في سمائي وأستثمر في أبنائي ولا أستثمر في أرض وسماء وماء الدول التي تريد أن تتحكم في اقتصاديات بلادي كل هذه التحديات في حد آخر أيضاً أعتمد على المساعدات الخارجية التي دائماً فهي مشروطة التي دائماً ما تجعلنا نتنازل عن جزء من حريتنا وثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا الأساسية أن أتخلص من مثل هذه التبعية لأن بلادي مليئة بالخيرات الأمر الآخر اللي هو الشباب لابد أن يثقوا في أنفسهم وقدراتهم وأنهم قادرين على أن يجدوا الحلول المحلية وأهم أهم مخرج مخرجات مؤتمر قمة الإنسانية التي تعمل في 2016 في تركيا هو تبناء المجتمعات المحلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال الثالث ما هو الدور لتقوم به منظمات المجتمع المدني لدفع الشباب لتنمية مجتمعاتهم منظمات المجتمع المدني دورها كدور الشباب لابد 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 أن تبني كوادرها على قواعد الشباب بمعنى أن لا يستأثر بها دائما الكهول ممن هو في سني أو مثلي ها فلابد أن يكون القاسم المشترك الأعظم في أي مؤسسة مجتمع مدني هو نوعين من أنواع المجتمع الشباب والنساء النساء لأن لهم ثقافة ولهم رؤى ولهم توجهات ولهم حاسيس تختلف عن الرجال في التعامل مع المشاكل المجتمعية التي يواجهها الفرد والطفل والمرأة والرجل والعجوز إلى آخر إلى آخر أما الشاب هو يتميز بالحركة والسرعة والقوة والفتوة فأنا أريد أن أضيف إلى مجتمعي المدني هذين العنصرين في داخل التركيب المؤسسية لكل مؤسسة مجتمع مدني في أن تصبح المرأة فيه هذه المؤسسات قاسم مشترك أعظم لما ميزها الله سبحانه وتعالى عن الرجل بأشياء معينة والشاب أيضا لما ميزه الله سبحانه وتعالى بالقوة والفتوة بالإضافة إلى من كانوا من سني وفي عمري لكي تكون معهم الخبرة والحنكة والحكمة فلابد أن تطلاق هذه المكونات الثلاث داخل المؤسسات المجتمع المدريب مؤسسات المجتمع المدني لابد أن تحتوي الشباب وتحول هذا الشباب إلى قيادات مجتمعية محنكة قادرة على إيجاد على إيجاد حلول بسيطة فاعلة مفاعلة لكي تستطيع أن تنقذ بها مجتمعاتها وهي تعرف أيضاً كيف تصل إلى كل مكان داخل هذه المجتمعات وكيف تتعامل مع أبناء كل هذه المجتمعات وكيف تفهم ثقافة فهم وفكر أبناء هذه المجتمعات وكيف تصبر على مشاكل هذه المجتمعات فلذلك لذلك ما أتمنى أن يكون داخل مؤسسات المجتمع المدني هذه المنظومة المتكاملة التي فيها الرجل الحكيم والمرأة الحكيمة ذات المشاعر المختلفة عن الرجل والشاب المتأجج بالطاقة التي نريد أن نحتويها ولا نجعله أن يفجرها في أعمال خارج المؤسسات المجتمع المدني فمؤسسات المجتمع المدني فرد عين عليها فرد عين عليها فرد عين عليها أن تحتوي الشباب وتحتوي النساء بالإضافة إلى ذكوريتنا في إدارة مثل هذه الجمعيات التي نبنيها إنما تبنى المجتمع أيضا في مؤسسات المجتمع المدني لابد أن لا نقصي أحدا سواء كان على مذهب آخر أو على دين آخر أو على ثقافة آخر أو من الأقليات المهمشة التي قد يكون بعضهم أبدع في مجالات تقدمون بها عن الأغلبيات في المجتمعات المجتمع المدني ومؤسساته لا يقصي أحدا لا يقصي أحدا لا يقصي أحدا لأن اليمن إنما تتكوّم من كل أحزاب اليمن لأن اليمن إنما تتكوّم من كل أبناء اليمن لأن اليمن تتكوّم من كل ثقافات اليمن لأن اليمن تتكوّم من كل تواريخ اليمن لأن اليمن تتكوّم من كل حزبيات أو عرقيات اليمن لأن اليمن تتكوّم من كل ديانات اليمن اليمن بلد مشى في تاريخ البشرية لآلاف الآلاف السنين واستوعب الكثير من الحضارات واستوعب الكثير من الغذاء والشعوب التي أتت إليه ورحلت واليمن أبدع في أن أرسل أبنائه إلى كافة أنحاء المعمورة من أندونيسيا في أقصى الشرق إلى أندلوسيا في أقصى الغرب لكي يتمتع العالم بفتوحات يمنية وثقافات يمنية وأطرحات يمنية وفقها يمانيا وحكم يمانية وأخلاق يمانية إلى كل كان هؤلاء الناس شباب ورجال ونساء وليسوا فقط من أبناء بلدة واحدة أو قرية واحدة أو جبل واحد أو ثقافة واحدة السؤال الرابع هو بيقول تنمية المجتمع هو النفس الذي يقوم به الآن أو يختلف باختلاف السنوات القادمة ومياختلافات متوقعة يعني كيف ننمي مجتمعتنا كيف ننمي مجتمعتنا كيف ننمي مجتمعتنا حاليا يعني إذا كنت أنا بتكلم على أن إحنا بدأنا من 36 سنة في تجربة بسيطة لم نكن لنا فيها خبرة وتجربة المؤسسة التي كنت أتشرف برئاستها منذ أن أنشئت أو بتأسسها مع أصدقائي لم يكن لنا فيها أي خبرة ولكننا بدأنا وتوكلنا على الله وأخلصنا النية مع بعض فتحول عدم الفهم وعدم المعرفة وعدم الخبرة إلى تراكمات وخبرات معرفية صنعت منا بعد أكثر من 30 سنة هؤلاء الناس الذين يؤثرون لمثل هذا العمل الآن فلذلك ما أقوله في الإجابة على مثل هذا السؤال مرة أخرى نعم أتعلم من غيري نعم لكني لا بد أن أبدأ نعم أتعلم من من سبقوني نعم أتعلم من أخطائي نعم أتعلم من كل تجارب الآخرين سواء كانوا في داخل اليمن أو كانوا في خارج اليمن مع وجود الوسائل التواصل المجتمع المختلفة الآن فهي قد تقصر الطريق فإحنا حينما وصل بنا الدخل للمؤسسة لمليون أو أكثر مليون كنا استمرنا في العمل لمدة 10 سنوات تقريبا إلى أن أصبح دخلنا في أوائل التسعينيات مليون أو 2 مليون حاليا الآن الشباب هم عاديين في البيت بيجيبوا المليون والاثنين والثلاثة على السوشيال ميديا فلذلك إحنا الوسائل اللي استعملناها الزمان كانت وسائل إن إحنا بنمشي برقلينا من مكان إلى مكان ومن مسجد إلى مسجد ومن حارة إلى حارة ومن زنجة إلى زنجة ومن ضيعة إلى ضيعة ومن دكان إلى دكان أما أنتم الآن فلستم في حاجة بأن تمشون من كل هذه الأشياء بل تستطيعون أن تذهبوا لكل مكان في العالم من خلال غرفة نومكم فلذلك مع التقدم العلمي في التواصل المجتمعي يصبح عليكم عب أكبر في العمل أكثر لكي تستطيعوا أن تنشروا العمل أن تساعدوا المحتاجين أن تقووا المجتمعات أن تتواصلوا مع بعضكم البعض أن تتأذروا وتبنوا التحارفات من أخطر الأشياء التي تواجهنا الآن أيها الشباب والشبابات هي الكبر والتكبر والعجب بمعنى أننا نعجب بما أتانا الله سبحانه وتعالى من مال فنقول نحن أحسن من هذا ونبتدي نؤمن بالشعار بتاعنا قبل أن نؤمن بالغاية من صناعة هذا الشعار والمجمعية التي تستطيع أن تصل القيرات من خلال هذا الشعار الشعار لا يعبد والمؤسسة لا تعبد والرئيس المؤسسة لا يعبد والقائمية المؤسسة لا يعبدوا أبدا 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 إنما هم خدم إنما هم خدم خدام لمجتمعاتهم الخطورة التي نحن بواجهها حاليا دلوقتي في الغرب إن كثير من المؤسسات الإسلامية والعربية التي كبرت وأصبح دخلها بعشرات الملايين أصبحوا يتكبروا على من هم من أمثالي لماذا؟ لأن في أيديهم المال وسلطان المال أصبح خطيرا جدا علينا فلذلك حذاري أن سلطان المال يجعلكم تتكبرون على الفقراء إنما أتى الله سبحانه وتعالى بهذا المال إليكم ووضعه بين أيديكم لتكونوا به خدما لأصحاب المال الذين كلفكم الله بخدمتهم ألا وهم الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل إلى آخره إلى آخره لذلك أرجع مرة أخرى وأقول في هذا السؤال لابد أن يتغير الدور لن يتغير الدور لكن تتغير الوسائل التي نقوم التي نستعملها للقيام بنفس الدور هو نفس الدور في معنى أننا ننقذ الأرمالة واليتيم والمسكين إلى آخره لكن بوسائل أخرى تكون أسرع في هذا الوقت أو في هذا الزمان الذي نعيش فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دور الشباب الآن دور الشباب الآن سؤال آخر أيضا أتانا فيما يحدث في العالم الآن وخاصة في قضية أو وباء الكورونا أنا أحمد الله سبحانه وتعالى على أنني مسلما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه القضية منذ أكثر من أربعة تشقق عشر قرنا وتعامل معنا من وجهة نظر الصحة المجتمعية اللي هو البابليك هيلف في معنى إذا دخلنا الحمام علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نستعمل يدنا اليسرى في قضاء حوائجنا نلغائج وأن لا نستعمل يدنا اليسرى في الأكل ووضعها في فمنا واستعمال المياه وليس استعمال الأوراق كما يستعمله الغرب الآن نمر اثنين الوضوء إذا نظرنا إلى قضية الوضوء وكيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم علمنا أن نغسر وجوهنا أن نتمضمف ثلاث مرات ثم نستنشق ثلاث مرات لنخرج القراثيم التي في المنخار أو ما تبقى من فضلات في فمنا ثم نغسر وجوهنا ثلاث مرات لنزيل القراثيم التي على وجوهنا ثم نغسل أيدينا ثلاث مرات لنزيل القراثيم التي على درعتنا ثم نمسح على رؤوسنا وعلى أذننا وعلى أرقبتنا لكي نزيل أيضا القراثيم والطراب الذي عليه ثم نغسل أرجلنا ونتخلل ما بين الأصابع ثلاث مرات في كل ودوء وهذا للوضوء الواحد ونحن نتوضأ خمس مرات في اليوم إذن حينما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الموسوعة التي نستطيع بها أن نحافظ على صحتنا كان يزيل كل الجراثيم خمستاشر مرة من جسدنا ونحن نتوضأ لله سبحانه وتعالى لإقامة الصلاة ده نمرة واحد نمرة اثنين الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق وأمرنا بأننا نتبول ونتبرز على قارعة الطريق وأننا نتبول ونتبرز في مجاري الأنهار والمياه والبرك والمستنقعات لأن هذا يؤذي الآخرين ويسبب الأمراد هذا أمر آخر الأمر الآخر كذلك أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما ننام نتوضأ قبل النوم لكي نزيل لكي نزيل لكي نزيل ما على وجهنا وعلى أيدينا وأرجلنا من قذورات أو من جراثيم أيضا قبل أن نذهب إلى الفراش للرجل وأمرنا أيضا حتى في الجماع أن نتوضأ قبل الجماع لكي لا ننقل مثل هذه الجراثيم من على يدي إلى يدي زوجتي أو على وجهي إلى وجه زوجتي إلى آخري إلى آخر كل هذه الأشياء في الصحة العامة علمناها إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم فلابد أن تتميزوا أيها الشباب وتعلموا عامة الناس عامة الناس في كل زمان وفي كل مكان كيف يتعاملون مع الصحة العامة من خلال الأشياء البسيطة التي علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إياها منذ أكثر من أربعة عشر قرنا فلذلك أنتم بكل هذه المعلومات البسيطة تسبقون العالم الذي يعتقد أنه عالم متقدم أو عالم متحضر أو عالم قد ارتفع إلى السماء وهو لا يستطيع أن ينظف مؤخرته لذلك هذه الأشياء مهمة جدا جدا أننا نعمل أنتم ممكن تعملوا بها رسائل وتبعتوها للناس رسائل فكاهية رسائل درامية وتبعتوها للناس لكي يستطيعوا أن يتعلموا منها حكمة تعليم وتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تدعوهم من الإسلام لكي لا ينفر منكم ولكن يدعوهم إلى النظافة يدعوهم إلى التعفف يدعوهم إلى المحافظة على المياه الصالحة للشرب وعدم تلوثها إلى آخره إلى آخره إلى آخره سؤال آخر يتحدث عن مبادرات أنا قلت من قبل لا تتوقفوا عن عمل مبادرات حتى وإن فشلت حاولوا دائما أن تعملوا مبادرات يفهمها المجتمع المحلي يفهمها المجتمع المحلي ويحتكها المجتمع المحلي كان لنا لقاء في العام الماضي وكان في شاب من الشباب من العراق من الموصل بعد أن دمرت هذه الجماعات الإرهابية الموصل وتاريخ الموصل وثقافة الموصل وحضارة الموصل وأحياء الموصل القديمة فأصبح الركام الذي موجوده داخل شوارع وحوال الموصل يعتبر عائق كبير جدا 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 فعمل حاجة اسمها الدومبر الدومبر اللي هي زي عربة صغيرة يعني تستطيع أنها تشيل نص ستن أو 200 كيلو أو حاجة كده وهي زي العجلة تخش في الحواري وتشيل كل الركام ده كانت تكلفة المشروع الآن بشاب الجميل العراقي ده يعني ندف حوالي عشرة أحياء بمبلغ حوالي 20 أو 30 ألف دولار لما حاولوا يعملوها عن طريق مؤسسات أخرى دون ذكر أسماءها ودون ذكر من وراء هذه المؤسسات ضرب هذا الرقم في أرقام فلكية وصلت إلى نصف مليون دولار فكان الحل محلي وكانت الفكرة محلية وكان الاقتصاد محلي ليه لأنه جعل من أهالي المناطق التي دخل فيها الدومبر ده قادرين على أنهم يكسبوا في اليوم أربعة أو خمسة دولار نتيجة أنهم بيعبوا هذه العربة إذا عجلة يعني مش عربة عجلة بس لأساسية أن كل زي التوكتوب كده زي ما أنتم شايفونه لكن أصغر من التوكتوب يعني تخش الحواري وتخش البيت وتشير الركام وترجع به فدي مبادرة من مبادرات اللي أنا أصدق أقوله ما في مبادرة إلا ويكون لها أصل في المجتمع فلذلك أنا بس ذكرت الدومبر دليلة لأننا في 2003 لما دخلنا العراق نفس المكان كان أهم مشكلة تواجهنا في العراق في مدن العراق في هذا الوقت في 2003 بعد سقوط بغداد هو الزبالة القمامة مكناش نعمل في إيه؟ فمسؤول المشاريع والإغاثة في مؤسساتنا عمل إيه؟ عمل مشتوع لإزالة الزبالة فطبعا أنا نهارته يا أي الزبالة بتتكلم عن إيه؟ قالي الزبالة هي مصدر الأمراض كلها للمجتمع العراقي في هذا الوقت أنا حسيت بهذا وأنا أعمل في بريطانيا في منتصف التمينات في وسط برمنجام لما حصل إضراب عند عمال القمامة وكنا نخرج أكياس القمامة خارج وعننا في المستشفى خارج المباني بتاعتنا وكنا نرى الفئران والطيور والرائحة الكريهة لمدة يومين أو ثلاثة يام فأي مبادرة تقومون بها اجعلوها مبادرة محلية تستطيعون بها أن تتحدون مشكلة أو تقفون لمشكلة داخلية عندكم تستطيعون أن تتعاملوا فيها بالموارد المحلية قد نستفيد من مبادرة أخرى أنا مش هقول لك أعمل مبادرة شكلها إيه أنا بس قلت الركام وقلت القمامة ليه لأنهم أشياء قد يستهين بها الإنسان فما نعمل مبادرة مثلا لنفرض إحنا مثلا في اليوم العزي نعم مبادرة لتعليم الناس المحافظة على نظافة المياه ومجاري المياه مثلا لأشياء من الأشياء لتعليم الناس وقبلت المحافظة على نظافة البيوت والصحة البيئية التي نحن نتكلم عنها لتعليم الناس كيف أن أبنائنا نعلمهم شيء جديد ممكن أنا أقوم به يعني إذا نتكلم عن كل حي من الأحياء عنده فكرة معينة أستطيع أن يطبقها لكي يستطيع أن يحل بها مشكلة فإذا كان أنا أستطيع أن أأتي من الخارج وأقول لكم اعملوا المبادرة الفلانية التي هي كذا وكذا 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 قد لا تكون متاحة لكم في مجتمعاتكم ولكن بادروا بما تستطيعون أن تقومون به في مجتمعاتكم ويحتاجها المجتمع وتكون في كل مواردها من داخل المجتمع المحلي سلام عليكم فيه سؤال من إحدى الأخوات لدينا طموح تنمية مجتمعاتنا لكن نجد أن نكساب نظامات مؤسسات تختار من تردهم دون كفاءات ونحن حملت الشهادات العليا لدينا الطموح ولكن نجد هذه العوائق لذلك يصيب الكثير مننا اليأس هل هناك عنشطة ممكن أن نقوم بها نحن حملت شهادات الماجستير والدكتورال لخدمة مجتمعاتنا وخاصة أنها نساء أنا كما قلت من قبل يا آياتها الأخت الفاضلة أن المؤسسة التي لا يمثل فيها العنصر النسائي والعنصر الشبابي هي مؤسسة شبه فاشلة هي هشة وستتحول إلى فاشلة دي نمرة واحد نمرة اتنين مشكلتنا في مجتمعاتنا أن كثير من من يتصدرون للعمل الإنساني أو العمل المجتمعي من هم ليسوا من أصحاب الدراسات وأصحاب الشهادات وأصحاب الخبرات قد يكون هم من وجهاء القوم أو من من وكلوا من خلال عائلاتهم أو إلى آخر أنهم يجلون مثل هذه الجمعيات نحن نحاول كنساء وكشباب لكي ندخل هذا المعترك أو نكون نحن النساء أو نحن الشباب جمعيات تستطيع أن تستوعب طاقتنا لأن قد تكون الأخت أو الأخ الذي عنده تعليم عالي قد يكون يراه بعض الناس القائمين على مثل هذه المؤسسات أنه خطر عليهم وهنا في بعض مؤسساتنا من المؤسسات المجتمع المدينة التي نحن نتحدث عنها في فساد داخلي لا نقول أنه ليس هناك فساد في فساد داخلي سواء كنا سميتنا نفسنا مؤسسة إسلامية أو مؤسسة عربية في فساد والفساد هو يمنع الكفاءات من أن تأتي لتعتلي المراكز العليا داخل مؤسساتنا وتحدث من خلال هذه المؤسسات التغيير المجتمع المنشود لا نقول أننا لسنا من الفاسد فمن الفاسد فعلا ولكن علينا إن اصطدمنا ببعض هؤلاء الفسدة ممن يدرون مثل هذه الجمعيات أن نكون جمعيات ونصبر عليها يعني حينما ذكرت لكم من وقت بسيط يعني في المحاضرة اليوم لما بدأنا الإغاثة الإسلامية من 36 سنة لم يكن لدينا لا ميزانية ولا مكتب ولا شخص عنده وجهة ولا رجل أعمال ولا رجل سياسي ولا 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 أي حاجة خالص واستمرنا نمشي من حارة الحارة من باب لباب وكنا دكاترة أيضا يعني كنت أنا طبيب ولا أفهم في العمل الإنساني أو الاجتماعي وكان زميل الدكتور إحسان زميل الدكتور إحسان أيضا يعمل الدكتوراه وهو أيضا يعمل دكتور الدكتوراه في الكيميا لكن مشينا على بركة الله وبدأنا نجمع القرش والقرشين والجنيه والجنيهين والبقشة والسنتيم إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى أن أصبحت هذه المؤسسة مؤسسة مليونية فيما بعد فلذلك أنا أقول للأخوات إن شعرتم بالظلم فأسسوا لأنفسكم مع من ترونهم أنهم يستطيعون أن يساعدوكم في هذا العمل مؤسسات وجمعيات تستطيعون فيها أن تجدوا ذوتكم أن تحققوا أحلامكم أن تطبقوا فيها العلوم والخبرات التي أعطاها أو منحها الله سبحانه وتعالى إياكم ولا تتوقفوا ولا تيأسوا بس معنى أنهم مش هيوظفوكم يبقى معناها كأنك ما تشتغليش لا تشتغلي تشتغلي مع غيادك فيه رجال كثير يريدون أن يعملوا مع النساء هذه المجموعة التي تتصدر العمل التي أريد أن أسميها هي مجموعة قليلة لأن العمل الإنساني والاجتماعي إنما في ظروف مختلفة في أوقات مختلفة فلذلك قد بسوء إدارة أو بسوء أنا أقول سوء إدارة وحسنينية قصية المرأة فيه لكننا لا نريد أن نقص المرأة نريد أن نقول المرأة تعالي أنت يا ممعك من الشباب ومن الرجال وأسسوا مؤسسات واصبروا 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 وحتنجحوا بإذن الله سبحانه وتعالى سؤال آخر بيقول الشباب لديهم طاقة ومحور التغيير في المجتمعات لكن ننقصهم الخبرة فكان أن نسد هذه الثغرة أو المشكلة مشكلة قرارة الخبرة عند الشباب كيف نسد هذه الثغرة أو المشكلة قرارة الخبرة عند الشباب لابد من الشباب أن يجرب إذا كان عايز يشتغل بطريقة مستقرة بطريقة مستقلة دي محور من المحاول يعني إحنا لما بدأنا من 36 سنة إحنا جربنا في أنفسنا وأخطأنا وعملنا أخطأ جسيمة وعظيمة كانت ممكن أنها تؤدي إلى إغلاق المعسسة ده مجال التجريبي المجال الآخر أنك تدخل معترك العمل التطوعي وتتطوع في أي جمعية حتى بدون راتب حتى بدون أي دخل لكي تتعلم من خلال منظومة عمل هذه الجمعية داخل المجتمع الذي تعيش فيه في المجالات المختلفة التي تريد أن تعمل فيها دي نمرة أثنين لما ترى أنك أنت تقبل وظيفة من الوظائف في مثل هذه الجمعيات قد تكون أقل من كفاعتك لكن عليك أن تبدأ بالخطوة الأولى يعني أنا أدرب المثل بنفسي حينما كنت أعمل طبيبا في بريطانيا أخدت وظيفتين أو بتاعت وظائف كانوا أقل من الدرجة العلمية بتاعتي لكن كان لازم أخدهم علشان أستمر كطبيب لإلى أن أصل إلى ما أريده في التخصصات الأخرى والحمد لله نجحت فيه ما بعد يبقى أن أنا أعلم نفسي دي أحد الطرق أن أنا أتعمل كمتطوع داخل مثل هذه المؤسسات وأصبر وحتى وإن علمت أن من هم أعلى مني من المدراء هم أقل مني في الكفاءة والخبرة دي نمرة أثنين دي نمرة أثنين أن أنا أقبل بوظيفة داخل منظومة العمل المجتمعي لكي تضعني على سلم العمل لأن للأسف أن العمل المجتمعي دلوقتي والعمل الإنساني أصبح حرفة ومهنة أصبح حرفة ومهنة ولن يأخذكم أحد لتعملوا إلا إن كانت لكم سيرة ذاتية فيها خبرة مجتمعية فبدون سيرة ذاتية فيها خبرة مجتمعية حتى ولو كنتم تؤدوا أدوار بسيطة لن تأخذكم الجمعيات الأخرى وكثير جدا من الشباب الذين أصبحوا دلوقتي يعملوا في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي مؤسسات أخرى بدأوا بهذه الطريقة إما داخل المؤسسات في الغرب أو داخل المؤسسات في الشرق أو داخل المؤسسات في الجرم أو في الشمال فعلينا أن نجد الأمر الآخر أن أنا أقرأ أقرأ من تجارب الآخرين يعني لا ينفع يعني في الوقت اللي إحنا بنتكلم فيه عن أن أصبح المجتمع المدني هو مجتمع أساسي ومحوري ومؤسساته في إدارة مؤسسات الدولة وتوجيه مؤسسات الدولة والمحافظة على الدولة النفسية إن أنا مقرأش الكتب والنظريات والتواريخ والإبداعات والإنجازات والتجارب التي قام بها الآخرين الأمر الآخر إن أنا أصبح يصبح عندي رأي في مثل هذه الأشياء فالخبرة ما هياش طريق واحد بس لا لها طرق كثيرة لكي تكتسبها منها أن أنت تتجرب بنفسك منها أن أنت تتطوع منها أن أنت تستخد وظيفة قد تكون أقل من كفاتك منها أن أنت تقرأ منها أن أنت تذهب لبعض الناس عشان تتعلم منهم كيف بدأوا وتستمع إليهم وتستمع إلى تجاربهم يعني حاليا السوشيال ميديا دلوقتي فيها يعني زخم غير عادي من التجارب المتاحة في كافة المجالات المجتمعية يعني أنا من أكثر الناس اللي بيأثروا فيها دلوقتي في في التنمية البشرية اللي هو الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليه اسمعوا له وإزاي أبنها تقلبته والأخ والآخر هو الدكتور مستوى محمود اللي هو العلم والإيمان اسمعوا له كيف برع وبزغ من خلال إيمانه بأن العلم مرتبط بالإيمان في ناس كثيرين جدا حاليا لهم تجارب موجودة لابد أننا نكتسب الخبرة من خلالها ولكن حينما نعرض أنفسنا على أصحاب القرار لا نستعلي بعلمنا ومعلوماتنا عليهم لأنك قد يخيفهم هذا فيقولون هؤلاء الشباب مغرورون أو هؤلاء الشباب يعني رصهم كبيرة أو مش هنعرف ندرهم إلى آخرين التواضع الجزء مهم جدا 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 من حسن سير مسيرة الشاب والشابة داخل دهليز مؤسسات المجتمع المدني السلام عليكم فيه سؤال تاني بيقول كيف تعرف الشاب هو ناضج ومؤهل تنمية المجتمعات هل عن طريق حصوله على كثير من الشهادات أم عن مدني السؤال جميل جدا طبعا ندوك الشاب ليس فقط بالقراءة والشهادات ولكنه بكم الخبرة التي اكتسبها في العمل الميداني داخل المجتمعات فمثلا ما فائدة دكتوراه لم تطبق ونظريات لم تطبق وأطروحات لم تطبق ولم تختبر على عرض الواقع لكن حينما نرسل الشباب إلى الميدان من القصص الجميلة عندكم يا أهل اليمن شاب كان مدير مكتبي أنا أنا أذكر اسمه وبعدين هو كان شاب يعني من الناس اللي هم يعني أذكيئة جدا وكان عايز يغير دايما وقعد في اليمن ست سنين لما بدأنا ودنا يكون مدير المكتب هناك طبعا كان ليه وزن وهو جنبي في المكتب الرئيسي لكن بعد ست سنين في اليمن وفي صعدة وفي الحديدة وفي تعز وفي عدن وفي كذا وفي كذا ومرة والله مرة السجن هنا والسجن هنا إلى آخر لما رجع بريطانيا احلوه في عين مين ليش في عناي أنا لا احلوه في عين الأم المتحدة خدته على طول خدته على طول ليه لأن عنده الخبرة في المكتب الرئيسي لمدة 10-15 سنة وعنده خبرة في العمل الميداني ست سنوات في منطقة من أصعب مناطق العمل المجتمعي في العالم وهي اليمن خلاص أديكم مسألة تانية المسألة التانية أحد الشباب اللي كنت أنا بشتغل معاه أيضا في مؤسسة أخرى اسمها المسلم شايتس فورم بدأ معنا وهو شاب يتكلم خمس أو ست لغات من أصل صومالي وعنده اتنين مصر ماجستير لما بدأ معنا أخلاق عالية جدا مؤدب جدا خلوق جدا وكان من أدم ما بيقدرش يعمل اللي هو العرض المحاضرة بعد ست سنوات عمل معنا في المكتب الرئيسي في المسلم شاريس فورم أصبح نجم من النجوم تخطفته أحد المؤسسات الدولية الكبرى في كينيا كينيا كان فيها مؤسسة دي فيها تسعين مؤسسة دولية وأصبح هو المدير العام بتاعها فلما راح يكلمهم ويتكلم معهم يقول له الله انت كنت بتشتغل فين قبل كده بتكلم اللي بتكلم بتشتغل في أمم المتحد 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 الأوروبي قالهم لا قالهم كنتشتغل فالأخ ده أصبح مدير لمثل هذه المؤسسة مدة ثلاث سنين لما جاء بعد كده يرتفع بقامته وقمته لأنه أصبح قمة كان أمامه أن يترك هذه المؤسسة ويدور على مجال آخر دور على مجال آخر فلما سألني مباني الثلاث توجهات إما يشتغل مع ديفيد للحكومة البريطانية أو يقدم على الأمم المتحدة أو كان فيه عرض أنه هو يكون مستشار لرئيس وزراء السومال فلما سألني قلته قلت له إنسى ديفيد وإنسى الأمم المتحدة وإنسى التحال الأوروبي لأن دول حيستعملوك كشيء على الكونفير بيلت اللي هو حزام الإنتاج لكن كل سنة لك في مقدشيو في مكتب رئيس الوزراء بتؤهلك إنك تكون أنت النجم عالمي لا سفقت على مستوى منطقة شرق أفريقيا بل على مستوى العالم فلذلك أنا أقول إن التجربة الميدانية مهمة جدا ودعوني أقول لكم إن الغرب هنا يقدس أو يبجل أو يعظم التجربة الميدانية وأدرك لكم مثالين أحد رؤساء المؤسسات الكبرى في العالم وهي مؤسسة إسلامية لم يأخذ لا توجهية ولا اللي هو يعني البكالوريا أو اللي هو الثانوية العامة ولا هم اتخرج من الجامعة ولكنهم اعترفوا له بخبرة عشرين سنة عمل اجتماعي داخل المؤسسة لكي يدخل مباشرة ويعمل اللي هي الام بي اي وأخذها من سنتين وعطوا الدكتورال الفخرية في الجامعة اللي خدها منها ده شاب من الشباب شاب آخر ايضا اشتغل معانا وما كانش معاه اللي هو الا السنوية العامة اللي مكملش الجامعة في لبنان ايام الحرب في لبنان ولما جه واشتغل خمسشار سنة داخل الإغاثة قدم على ماجستير فابلوه بقيمة التجربة الميدانية له في هذا المجال لذلك انا اقول التجربة الميدانية مهمة جدا 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 لو لابد ان يحوتها الخبرة المعرفية من خلال القراءات وخلال الشهادات لدينا طموح لتمية مجتمعات لكن نجد ان كثير من نظامات مؤسسات تختار من تجربهم دون كفاءات نحن اعتقد انا اذا جاوبت على السؤال ده قبل كده طيب نريد كلمة للمجتمعات كيف تتكاتف لموجات فيروس كورونا كيف تتكاتف ايضا لموجات كوارث او واوبئة مستقبلة لا قدر الوطن طبعا حكاية اللي هو التكاتف ده يعني من اخطر الامور التي تواجه العمل العربي والعمل الاسلامي لانه والاسف يصبنا الفردية في العمل وخاصة المؤسسات التي تعتبر مليونية وكثير جدا من المؤسسات التي نشأت في دول غنية لا تريد التكاتف والتعاون والتواصل وكل منهم يغني على ليلة اديكم مثلا من امثلة في دولة ما من دول الغنية العربية ارسلت لتلت اربع مؤسسات نعمل مبادرة علشان الكورونا احدهم جزاو الله خير عمم هذا الامر على كل مكاتبه جزاو الله خير ربنا ربنا يكرمه من دولتي انا انا بش حسكر اسماع الدول الاخر من دولة اخرى قال خلاص هذا الشخص مسؤول عندي واذا كنت انتم عايزين تعبر للسودان واغل السودان فهو مسؤول عن شرق افريقي جزاو الله اما الثالث وده اللي عملي ارتكارية وخلاني اكلم نفسي كثير جدا قال لي ان هذه من اولويات نا مع العلم بان مؤسسته تعمل في بلاد كثيرة جدا ما لا يقل عن 30 دولة فكيف لا يكون رؤية عند هذا الشخص ان كورونا حاليا ليس اولوية فلذلك عملية التكتل دلوقتي والتعاون والتكامل هي عملية لكسر انا الداخلية فكثير جدا من مؤسستنا عشان عندها اموال لا تستطيع ان تكسر الانا للنفسها بل وهي تريد ان تمشي في هذا المجال وحدها فلذلك انا بقول وزي ما احنا بقول نحن نعاني معاناة شديدة جدا من بناء التكتلات وبناء الاقتلافات وبناء المنتديات وبناء الشراكات اللي هم نتكلم عنها ولكن انا اواجل الناس كلكم لكم كلكم ان هذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر التكتلات والتكاتفات والشراكات والشراكة حاليا دلوقتي اصبحت في المجتمع المدني من المعلوم بالدين بالضرورة وهي ككلمة التشاهد وكلمة لا اله الا الله لمن اراد ان يدخل الدين الاسلامي فاصبح الان اصبح الان اصبح الان فرض عين على كل مؤسسة ان تكتمع مع المؤسسة الاخرى لكي يواجهون مثل هذي او بئة سواء كان كورونا او سارز او حم الخنازير او حم الطيور او ايبولا او الى اخره نحن لاسنا لا ننتظر الى ان يحدث الحدث لكي نجلس مع بعضنا البعض ولكن علينا ان يكوننا في تنسيق وتواصل وتكامل وتآزل بيننا وبعضنا البعض حتى نستطيع ان نواجه اي ما اي كارثة سواء كانت كارثة دي في الاوباء سواء كانت كارثة دلوقتي كان ما بيحدث في اليمن دلوقتي من الحرب اللي موجودة داخل اليمن وتهجير الناس داخل اليمن في اماكن مختلفة او عدم وجود مواد طبية او مواد الناس مواد غذائية الى اخري الى اخري الى اخري كل هذه الاشياء تقبل المؤسسات الكبرى ان تتنازل عن جزء من شخصيات الاعتبارية من اجل خدمة المجتمع ومن اجل بناء المجتمع ومن اجل احماية ابناء المجتمع ونحن كمؤسسات كبرى او صغرى علينا نعرف شيئا واحد اننا خدما بما اعطاه الله سبحانه وتعالى لنا من مال لكي نخدم من نحن مكلفون بخدمته وحذاري ايها الشباب ان تقولوا ان دخلنا 100 مليون دولار طز فيكم وفي المائة مليون دولار هذه المائة مليون دولار ليست لكم انما جاءت للارمالة واليتيم والمسكين صاحب المال فلذلك اقول مرة اخرى اقول مرة اخرى ومرة اخرى ان بناء الشركات وبناء التلحالفات وبناء المنتدلات اصبح فردعين علينا جميعا نحتاج بعض الامثلة المبادرات او المشاريع التي نفذت او التي اشرف عليها الدكتور ونجحت كذلك كيف استطيع ان اجعل طلاب مرحلة الثانوية مؤهلين القيام بالمبادرات التوعية هل من معينات لذلك من معينات لذلك من واقع عبراتكم بارك الله عبراتكم طيب من بعض المبادرات والمشاريع التي نفذناها من بعض المبادرات والمشاريع التي نفذناها لما لما في مرحلة زي مثلا حرب الشيشان التانية عام 1999 يعني لم يكن معنى اي مال في هذا الوقت الا 10,000 دولار هو الاستجابة السريعة للمشكلة في داخل الشيشان فلذلك ذهبنا الى هناك ووجدنا ان الامر جلل فطلبنا من المكتب الرئيس انه يزودها المئة الف دولار فعلى مدد زودها المئة الف دولار فبعد ما عملنا ما نسميه دراسة حالة للناس وبعد ما عملنا ما نسميه دراسة مجتمع في اسبوعين هناك وجدنا الميزانية لنتقل عن مليون دولار طبعا يعني طلعنا من 10,000 دولار الى 100,000 دولار الى مليون دولار طبعا كان المدير المالي ونائب رئيس المؤسسة اللي هو كان اللي هو اخونا الدكتور هارون يعني اصبحوا عندهم مشكلة كبيرة جدا كيف سيوفرون مثل هذا المال ولا توجد اي شيء في الاعلام يعني كثير لنا بالنسبة لنا ولكن لما رجعنا في خلال شهرين او 3 شهر من العمل الجاد استطعنا في خلال فبراير او مارس 2000 اننا نصرف ما لا يقل عن 3 مليون دولار لان اثبتنا في هذا المجال او في هذا الوقت مصداقيتنا في العمل داخل هذه القضية وكننا احنا الاوائل الذين بادرنا وخاطرنا بارواحنا في دخول الشيشان ودخول الدول او المناطق التي حول الشيشان لكاننا استطيع ان نأتي بالمعلومة الصادقة من الصور والارقام الى اخره الى اخره الى اخره وهناك مبادرات اللي احنا عملناها انه هناك وهناك مبادرات تمت حصل ايضا نجحت ثم فاشر جدا فمشكلة عدة احنا نجحت او هناك رجل واحدة من هذا الكلام واحدة حصلنا على انه ايث ايتش ايفي ايدز اعني مؤسسة لمقاومة عمل المؤسسة اللي هو عمل الـ الـ من موجة نظر المسلمين نفسهم فمشينا عملنا مؤتمر كبير وكان ناجح جدا في جنوب الأفريقيا في 2007 وحضروا أكثر من 250 عالم من العلماء في العالم كله لمدة أسبوع تقريبا وبعد كده خرجنا بتوصيل أن نعمل مؤسسة أنشأنا مؤسسة فسجلنا مؤسسة ونجحت مؤسسة وعدت المؤسسة تشتغل لمدة عشر سنوات لكن بعد كده أحجم عنها مؤسسوها أو مؤسسيها بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم قالوا خلاص يعني إحنا كنا بناخد من كل عضو من الأعضاء حوالي عشرة دلاف دولار علشان نكمل المؤسسة دي ونعم إحنا محتاجين لها جدا علشان يكون في دور للمسلمين في مثل هذه المصائب أو المشاكل المجتمعية وكل هنا دور لكن للأسف المؤسسين تخلوا عن المؤسسة فأغلقنا المؤسسة مش كل شيء نحن بنعملها بتنجح في حاجة تانية عملنا للصومال في عام 2011 ونجحت في الأول عشان كيف في الفلوس وفي الأخ لما قالت الفلوس الناس تخلوا عنها فعلى واشا كنا نقفلها كذلك لليمن عملنا حاجة مؤسسة لليمن كذلك ونجحت في الأول ولوقت مجمدينها علشان ما فيش حد من الشباب اليمن فمش كلهم بطر احنا بنعملها بتنجح زي ما انتم متوقعين يعني في حاجة بتنجح في دلوقتي مؤسستين ما زالوا معانا واحد اسمها المنتدر الإنساني الحمد لله يعني هو بيعمل مناخ كبير ما بين المؤسسات الدولية الغير إسلامية والمؤسسات المسلمة علشان يحاول يجمع هذه المؤسسات كلها في مكان واحد ويعمل مؤتمرات بالكاد بقالنا 12 سنة بنحاول نجد الميزانية التسييرية لمثل هذه المؤسسة وكذلك مؤسسة أخرى ما زالت تعمل معنا اسمها مسلم شاس فورم عشان تجمع المؤسسات الإسلامية الخارية داخل بريطانيا في بعض المؤسسات مقتنعة بها والبعض الأخر يحجم معنا والمشكلة والأسف إنه كلما زادت أموال مثل هذه المؤسسات كلما أعرضت عن مثل هذه التكاتفات والتحالفات والأسف فمش كل مبادرة إحنا عملناها ناكحة ومش كل مبادرة إحنا عملناها فشلة كيف نصل للعمل مع المنظمات الدولية؟ الوصول للعمل مع المنظمات الدولية من خلال طريق واحد وهو العمل الميداني والعمل في الأماكن التي يصعب على الآخرين العمل فيها يعني إذا كنت أنت لوقتي بتشتغل في اليمن بقالك خمس سنين أو عشر سنين كيمني أو كغير يمني دي نمرة واحد إذا كنت أنت مؤهل نفسك ببعض الأشياء ذي اللغة أهم شيء مهم جدا 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 في الوصول للمؤسسات الدولية والمؤسسات الأممينية هي قدرتك على التحدث باللغة الإنجليزية أو من بعدها اللغة الفرنسية دي نمرة اتنين نمرة ثلاثة أن يكون عندك خبرة متباينة ومتميزة في أنك عملت في أكتر من مجال في أكتر من جمعية في خلال مسيراتك لمجتمعية سواء كان في وطن واحد أو في كذا دولة أنت اشتغلت فيها أشتغلت في شرق أفريقيا، أشتغلت في سوريا، أشتغلت في اليمن، أشتغلت في باكستان فالمؤسسات دي بتبتدي هي اللي بدور عليك لأنها بتشوفك في الميدان فيبتلوا يتعاملوا معاك أو بيعاينوك محليا وصعب يبدأ التعيين محلي في هذه المؤسسات إلى أن تثبت الكفاءة فيتحول التعيين من محلي إلى تعيين دائم داخل مثل هذه المؤسسات فلذلك أردنا أن نصل لهذا العمل نبدأ بالعمل الميداني والتواصل مع هذه المؤسسات في أماكن اللي هو الميدانية اللي احنا نتكلم فيها عن المشاريع اللي حنا نقوم بها هناك سؤال ثاني هل ممكن تعطينا قصص نجاح لشباب خدمة مجتمعاتهم لليل أن نحضلوا حظهم؟ طبعاً ذكرت الأخ الذي اسمه عبد الرحمن الذي كان يشتغل معنا في مسلم شايتس فورم وذكرت أحد الأخوة اليمنيين اللي هو حالياً في الأمم المتحدة وأنا ما عنديش مانع أن أنا أذكر اسمه هو اسمه خالد المولد هو بيعمل في مكتب اللي هو الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في نيويورك بقاله أكتر من ست سنين أو سبع سنين وكذلك في بعض الأمثلة الأخرى من الشباب اللي هم أحدهم ماسك اللي هو المفوضية العليا للاجئين في الرياض وده كان أصلاً من أبناء الإغاثة الإسلامية الموجودين وفي غيرهم أمثلة كثيرة جداً 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 نحن نتكلم عنهم فلذلك أنا بقول لكم جميعاً أيها الشباب هذه المسيرة بتبدأ بالنية وتبدأ بالإصرار وتبدأ بالصب وتبدأ بالقدرة على الإنجاز والقدرة على العمل في أماكن مختلفة كلمة أخيرة نتحدث بها على شركة ريال رود طبعاً أنا أعرف شركة ريال رود من معرفتي لأخونا الهادي باجابير اللي أنا أعرفه من أكثر من أعتقد مش أكثر من عشر سنوات يعني اللي لم يكن أكثر من عشر سنوات لما التقينا في سيئون أو المكلة في أول ورشة عمل إحنا عملناها هناك في هذا الوقت ومن قدرتي على فهم المشرف على هذه الشركة وإخلاصه وتفانيه في العمل وقدرته على التعليم نفسه والتعلم من الآخرين والتعلم من الآخرين أنا أثق في مثل هذه الشركة وأتمنى أن تكونوا تستفيدوا من خبرات هادي باجابير ومن معه من الشباب المخلصين من أبناء اليمن وغيرهم كذلك أيضاً وأنا بشكر اليوم الشركة على أنها نظمت مثل هذا اللقاء اليوم وأتمنى أن اللقاءات تكون مستمرة في المستقبل لنا ولكم جميعاً وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة